المترجم للقناة في سؤال الساعة قبل أيام عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا خصصا لتقديم تقريره الموضوعات حول وضعيات المساواة والمناصفة بالمغرب صغنوا أعمالوا غايات وأهداف الدستور بعد أن صدق المجلس على هذا التقرير خلال دورته العاشرة في يوليوز الماضي إعمالا للمهام والاختصاصات التي يطلع بها في هذا المجال ويتناول التقرير وضعيات المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى تمر الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السياسات العمومية وأثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن وقبيل انعقاد هذا اللقاء الصحفي قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اندريس ليازمي إنه لا يمكن أن يكون هناك مسار ديمقراطي حقيقي وتنمية تنمية عادلة ومستدامة إذا لم يتم ادماج نصف المجتمع المغربي مشيرا إلى أن هناك قناعة راسخة لدى المجلس منذ إنشائه بأن أشكالية المناصفة أشكالية أساسية لتحقيق المسار الديمقراطي للمغرب وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة مؤكدا أن التقرير هو ملخص تنفيذي يعد محاولة لرصد تقدم الحاصل في هذا الميدان وكذلك رصد كافة المعيقات والإشكالية التي تتعترض تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين في المغرب وأوضح أن هذا المؤتمر الصحفي يعتبر مناسبة للمجلس لعرض تقريره الموضوعات الأول حول موضوع المناصفة والمساواة بالمغرب أربع سنوات بعد اعتماد دستور 2011 الذي يطرح بصفة مركزية إشكالية المساواة والمناصفة كهدف ذي قيمة دستورية مؤكدا أن هذا التقرير هو ملخص تنفيذي وحد محاولة لرصد تقدم الحاصل في هذا الميدان وكذلك رصد كافة الإشكاليات والمعيقات التي تعترض تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين وبعدما شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على البعد العرضاتي في كل تقارير المجلس أعرب عن أمله في أن يفتح هذا التقرير نقاشا واسعا لا سيما في سياق تقديم هذه السنة ثلاثة قوالين أساسية أمام البرلمان تتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال العنض ضد النساء ومجلس الأسرة والطفولة وإذن فإن سؤال هذه الحلقة هو سؤال الإنصاف والمساواة في المغرب كيف الوضع وكيف يمضي المسار والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف الأسدى داميا بن خوية عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرحبا أستاذ داميا شكرا ودكتور محمد يحيى عميد قلية الحقوق بيطانجة مرحبا بك من جديد دكتور محمد يحيى سهلين سيدة داميا بن خوية تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم على مدى 70 صفحة من القطع المتواصح تحصيلة تحليلية لوضع المساواة والمناصفة بالمغرب بعد 10 سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات من إعمال دستور 2011 وكذلك بعد 20 عاما من تبني المجتمع الدولي لإعلان ومنهاج عمل بيكين ورسم التقرير صورة قاطبة بعض الشيء عن وضع الوقت المناصفة بالمغرب حيث لم يتم المرور بعد إلى السرعة اللازمة لتحقيق غاية الدستور شكرا أستاذ الغربي كما ذكرت التقرير انبنى على حيثات زمانية التي مرت أربع سنوات على صدور الدستور وعشر سنوات على صدور مدونة وعشرين سنة على منهاج بيكين بمعناه يعني كان الوقت أظن كافيا جدا لكي نتقدم فيما يتعلق بوضعية النساء بالمغرب مع الأسف هذه الوضعية لا زالت تعرف الكثير من التعطرات وهذه التعطرات هي التي حدت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لأن ينجز تقريره هذا وهو يكتسي صفة استشارية تصور الوضع في رمته بالنسبة للفاعلين السياسيين بالمغرب بالطبع بالنسبة للحكومة المغربية وبالتالي فالتقرير تحدث عن كل الإيجابيات التي حدثت منذ تعديل مدونة الأسرة إلى الآن ولكن تبين بأن هذه الأشياء غير كافية وأن ثغارات كثيرة لا زال يعرفها قانون الأسرة بالرغم من ماضي عشر سنوات عليه الواقع أبرز بأن هناك يعني الثغارات الكثيرة جاء دستور 2011 صوت عليه المغاربة نساء ورجالا واستبشر الكل به خيرا لأن أهم ميزة ميزة الدستور 2011 هو أنه جاء ينص على الإعمال يعني حقوق الإنسان في شموليتها وفي كونيتها ونعلم جيدا بأن حقوق النساء هي جزء لا يتجسأ من حقوق الإنسان ثم هناك من الناحية السياسية المغرب ينخرط في الطريق الديمقراطية في يعني نحاول أن ننتقل إلى مجتمعين يحكمه الفكر الديمقراطي والفكر الحداثي مباشرة نقول لا ديمقراطية بدون نساء أستاذ كيف يتم عدد هذا التقرير وبناء على أي معطيات التقرير إن بنى على مجموعة من الدراسات والإحصائيات والأبحاث سواء تلك التي مثلا بالنسبة للدراسات التقرير اعتمد حتى الدراسات التي أنجزتها بعض القطاعات يعني الحكومية مثل دراسة وزارة العدل ودراسة الوزارة المكلفة بالمرأة والتضامن واعتمد التقرير أيضا بشكل كبير جدا على الإحصائيات التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط كذلك التقرير من روافده أيضا الأساسية بالإضافة إلى هذه الدراسات تحول الكبير الذي وقع ويقع دائما في المجتمع في المجتمع المغربي نحن لسنا مجتمعا جامدا نحن مجتمع نتحرك ونتحول باستمرار صورة أخرى للمجتمع المغربي صورة أخرى للمرأة المغربية ولماذا مشاركتها في جميع مجالات الحياة سواء على مستوى العالي مناصب القرار أو على المستوى يعني الأرضي حتى تلك المرأة الأمية التي ليس لها نصيب من التكوين مثلا المهني فهي تشارك في اقتصاد البلاد بشكل كبير جدا عن طريق الاقتصاد غير المهيكل كل هذه العوامل تقول لنا إن المجتمع المغربي يتغير وهذا التغيير يجب أن تواكبه السياسات الحكومية ويجب أن يواكبه التشريع أيضا أستاذ يحيى كيف قرأتم تقرير من موضوعات المجلس الوطني حقوق الإنسان نعم من بلاشك فيه أن هذا التقرير ضم مجموعة من المعطيات داتصبغة الأساسية على اعتبار أنه تأتي أربع سنوات بعد تبني تسل فاتح يوليوز والذي من بين ما نقرأ فيه رهانة كبرى يجب كسبها متعلقة بإشكالات المتصلة بالمناصفة والمتصلة بالمساواة والمتصلة كذلك بتحيين الاتفاقيات الوطنية مع الاتفاقيات ذات البعد الدولية على اعتبار أنه قبل الدستور 2011 كانت هناك العديد من الإشكالات متروحة بهذا الخصوص إذن نجلس كمؤسسة دستورية مستقلة بطبيعة الحال تقوم أو قامت بتشخيص وضع معين لواقع المرأة المغربية ونحن نعلم جميع نكون هناك يمكن أن نخضع الأمر لمقارنات إنشئنا وسنجد أن العديد من الإشياء تحولت المغرب عارفة تحولت كبير علاقة بالقضايا المتصلة بحقوق المرأة سواء حقوق السياسية الاقتصادية اجتماعية على اعتبار مرة أخرى أنه كل ما كان الحديد عن الإشكاليات المتصلة بحقوق المرأة لا بد من وضعها في سياق متصل بالشمولية على اعتبار أنه في الشريعات العالمية يمكن أن نجزئ الجانب المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحادثي عنه بعيدا عن الحقوق السياسية إذن هذا التشخيص هو التشخيص له أهميته وله كذلك باعتبار أنا أعتبره طفنة نوعية في مختلف الأعمال وهو في الحقيقة هو أنا أعتبر هذا التقرير هو استمرارية لكراءات أخرى مختلفة بينها كراءة ديال وزارة العادل ديال أسرة التضامن ديال المعهد الوطني الإحصاء إذن فيه نفس وإن وإن ربما أن هناك نقاش على اعتبار أن تستور المغربي واضح الآن وبالتالي كدلك وأنه طرحت إشكالية في التوفيق نقاش الحالي أن المغرب ككل دول العالم العربي الواقع قراءة الداكرة الجماعية تحيلنا على مسألة أساسية مفادها ماذا أن الملكة المغربية شأن كل الدول العربية أعيدها بعد 1956 بنصب المغرب بالاستقلال كان من لازم التوفيق بين فكرتين كبيرتين متعارضتين مغرب ما قبل 1912 طارق 30 مارس 1912 أهد الحماية بمعنى المغرب الكلاسيكي التقليدي المحافظ الذي بنى كل مؤسساته على فكر مستمد من فكر السلافي الوهابي إلى آخره ثم فكر آخر جاء بين 1912 و 16 و 1956 تحديث المؤسسات يعطي أبوة جديد نفاش جديد وبالتالي بعد 1956 كل القراءة القانونية سواء كانت متعلقة بالمرأة أو بغيرها هي محاولة للتوفيق بين متناقلتين إحداهما يمكن بناءها على المقاربة المحافظين والأخرى على مجزم أحداتي ومن هذا المنطلق نعتبر مرة أخرى أن إذا استثننا نقطة واحدة وأحدة ونحن لا نعتبر أن هذه تعتبر غاية في حديدتها بقدر أن تعتبر إحدى الوسائل النقاش نعطي أفق طوارها وبالتالي كذلك لا ننسى أن المغرب له إكرهات كبرى إكرهات كبرى يجب ربطها بالوضع المتقدم اتفاقية المبرمع مع الولايات المتحدة اتفاقية لقات العديد من الإشكالية الكبرى وبالتالي المغرب مطالب بتحديث مؤسسته قام بتحديث العديد منها العديد من الإشكال التي تطرح وبالنسبة للمرأة مانات أخرى لقد مناقشة هذا الموضوع بمعزلين على مواضع أخرى حينما نقول مواضع أخرى مسألة الأمية مسألة الواقع دي المؤسسة التربوية ببلادنا وبالعالم العربي مثلا سنجد دائما علاقة بالموضوع مثلا الجانب السياسي تذكروا معي أنه بالنسبة كانت رهانة كبرى بالنسبة مثلا الانتخابات الآخرة وسنجد ماذا سنجد مفارقة غريبة يصعب فهمها في مجلس المستشارين قصد أقصد أولا تذكر بكون أن المغرب بجموعة من إجراءة القانونية المؤسسة من الإسلعروقية بوضعية المرأة داخل المجتمع بشكل عام في أفق تحقيق المساوضة في الحقوق والليه واجبت تفعيل أخرى لمقتضية الدستور تفعيل هذه المقتضية يواجه تحديات وخلاصات تقرير جاء في هذا السياق وينسجموا مع التوجهات الكبرى على اعتبار أن هناك صعوبات كبرى بل أكثر من ذلك نتذكروا خطب جارة المالك يبنفتتاح دورة شرعية لما شد هذا كون أن هناك نقص كبير في تنزيل القوانين التنظيمية في نفس إذن يجب اعتبار كل هذا في نفس السياق إذن مجلس النواب الغرفة الأولى سنجد اليوم نساء حاضرت بقوة بفضل ماذا ليس هكذا وإنما لأن آليات قانونيات ما تبنيها أولا في اللائحة الوطنية للنساء وكذلك تمكنت بعض النساء من ضمن مقاعد عبر خوض غمر منافسة الانتقابية على رأس اللوائح العادية سنجد يعني الجانب التاني اللي هو سلبي اللي هو انتخابات المجلس المستشارين لماذا نقول هذا نتائج التي أفرضها اقترع 4 شتنبر 2015 سنجد فيه ماذا سنجد غياب تقريبا كلي أليس كلي وإنما حضور فقط نسبي بعيدا عن الإكرارات والرهانة لماذا لأن لم تنجح النساء في الحصول إلا على نسبة 21% من المقاعد في الانتخابات الجامعية في 2015 والحال أن وزارة الداخلية راهنت على نسبة تمتيلية النساء في 25% إذن أنتوا راهن وأنت تبنى قوانين وأنت جد نفسك أمام نتائج اللي هي غير مقبولة وهذا التصور يمكن تشيله فيما خلص إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان علاقة بقضية المرأة وكذلك سنجد أن 30% فقط من مقاعد المستشارين كانت من نصيب النساء وهذه مسألة غير مقبولة وسنجد المدن الكبرى ست مدن كبرى عمودية لم تكن من نصيب أي مرأة كذلك العديد من هنا حصلنا على رئاسة بلديات في قرى نائية وبفضل وصفة في بعض الحالات كانت متجاوزة فإذا كل هذا يؤكد كون أنه في مرحلة أولي الإجابة عن التقرير تقرير عاملة على تشخيص الأوضاع عاملة على إعطاء مجموعة من الاقتراحات لأنه يعطي توصيات وكنا نفضل المجلس الوطني اللي لا يكون فقط هيئة استشارية بقدر ما أن تكون هناك لأن أي عمل لا بد أن تكون إيرادة سياسية أن تكون منهجية عمل ومنهجية عمل تتبع التوصيات ثم في الآخر التقييم مسألة التقييم تعتبر أساسية بعد مرور مدى معينة من الزمن إما تقييم مرحلي أو تقييم سنوي للقول نعم هناك توصل يتم إدخال هذه الحيث النفاذ لبعض الآخر ومع ذكر السباب وخلق السباب إنجاحها مستقبلا أستاذة دمية إذن التقرير تمحورها حول ثلاث محاور يعني أهم ما جاء في هذه المحاور هناك ثلاث محاور أساسية قبل ذلك أريد فقط أن أضيف يعني إضافة صغيرة لما تحدث عنه الأستاذ يحياء هو هذا التقرير نفسه هو نوع من المتابعة إذا شئنا يعني بعد التعديلات التي عرفتها القوانين إذن لنرى ماذا حصل وكيف تتطورت الأبضاء وكيف تتطورت الأمور وماذا استفادت المرأة المغربية من هذا التطورات التي حصلت حصلت فيمكن إدخال تقرير أيضا في هذا الاتجاه أما التقرير فانطلق من ثلاث محاور أساسية الأولى هي المساواة أولا الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية وفي هذه النقطة يقارن التقرير ما بين وضعين الاثنين إلى حد ما متناقضين كل المواتيق الدولي التي صدق عليها المغرب خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كانت عليها تحفظات رفعة هذه التحفظات هناك فقط إعلانات التفسيرية وهذه خطوة مهمة جدا بمعنى على مستوى القانون حقوق لإنسان المغرب في وضعية متقدمة جدا كان هناك أما على مستوى القوانين المحلية الوطنية عدلت المدونة قبل عشر سنوات ولكن ذلك التعديل مع الأسف لم يذهب بعيدا فظهر التناقض الآن أعطيك مثال بسيط جدا جدا في بداية في الفصل الأول الأسرة تحت رعاية الزوجين يعني الزوج والزوجة وهي رعاية يمكن تفسيرها بأنها رعاية معنوية مادية تربوية إلى آخره أيضا في المدونة فيما يتعلق بالنفق يعني على الأطفال هناك إشارة أنه إذا عجز الزوج عن الإنفاق وكانت المرأة بإمكانها الإنفاق فتقع عليها مسؤولية الإنفاق على الأسرة يعني على الأبناء وعلى الزوج أهلا وسهلا يعني هذه مسألة إيجابية جدا إذا انطلقنا من فكرة أن الأسرة هي ركيزتيها الزوج والزوجة ولكن أين يتناقض هذا الكلام الجميل داخل المدونة أن يتناقض مع فصول أخرى عندما نأتي إلى النيابة الشرعية على الأبناء النيابة الشرعية على الأبناء هي للزوج فقط وليست حقا للزوجة ولا يكون هذا الحق للزوجة إلا عندما يتوفى الزوج أو عندما يكون في حالة عجز يعني التام أو يعني شبه التام بمعنى عندما لا يكون إما بالوفاة أو بالعجز وهذا تناقض وقد يقول قائل آه هذه قوانين لا نلمسها على أرض الواقع لا هي موجودة في حياتنا اليومية والمثال البسيط يكفي أي أم تذهب إلى مدرسة أبنائها تطلب شهادة مغادرة لأحد الأبناء من حق مدير المؤسسة أن يرفض ويقول لها بأن الأب هو الذي يستلم وهو الذي يطلب شهادة مغادرة لأبناء الأبناء فعلى المستوى الاتفاقيات هناك وضع متقدم على مستوى القوانين هناك وضع لا يزال يعني أيضا متأخرا نفس الشيء بالنسبة للقانون الجنائي أيضا لا زال يحتاج إلى الكثير من التغيير والتغيير والتغيير خاصة في جزئه المتعلق بالعنف الجنسي ضد المرأة لا زال القانون الجنائي متنفي جرائم الاغتصاب يميز ما بين المتزوجة وغير المتزوجة ما بين البكر وغير البكر في حين أن الاغتصاب هو اعتداء شانيع وفضيع جدا على المرأة يؤذيها جسديا ونفسيا ومعنويا ومع ذلك لا زال القانون الجنائي محكوما بفكر آخر ليس هو فكر الواقع ولكن هو فكر ذكوري لا زال يميز المتزوجة محصنة وغير المتزوجة لأنها غير المتزوجة معنى أنها غير محصنة الحماية القانونية يجب أن تكون على نفس المستوى والقاعدة القانونية يجب أن لا تميز بين هذه المرأة أو تلك إذن هذا هذا الجزء من الجانب الأول في هذا التقرير الجزء الثاني يتعرض للسياسات العمومية وآثار أفوان الجزء الثاني يتعرض بالمساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سأقف عند بعض المسائل المثيرة جدا لأنه عندما نقول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يبدو كأننا نتحدث عن شيء هلامي عن شيء غير ملموس في حين أن المسألة نعيشها يوميا النقطة المتعلقة مثلا في ولوج نساء إلى العدالة تيسير ولوج نساء إلى العدالة كيف يمكن أن يكون ولوج المرأة إلى العدالة يسيرا في حالة الفقر الشديد المساعدة القضائية تكون في الجنايات ولكن افتق هذا بما يتعلق بالحقوق المدنية لا يمكن المساعدة القضائية كيف لهذه المرأة الفقيرة أن تلجأ إلى العدالة بسهولة نقطة أخرى عندما تاتي سيدة مرأة أو رجل هنا العمر لا يختلف من عماق الجبال إلى المحكمة وهي لا تعرف سوى لغتها الأم لا تعرف سوى الأمازيغية المساعدة والقضاء كله يشتغل بالعربية كيف لهذه المرأة أن تستفيد من هذا القضاء كيف لها أن تحصل على حقها مع العلم إذا كان أحد المتقادين أجنبيا من دولة أخرى كيكون عنده المترجم تقرير مثلا يقول لا بد من مترجم محلف يساعد النساء لكي يعبرنا عن يعني المطالبهن في مرحلة التقادي هذه قد لا ينتبه إليها أي أحد ولكنها تخلق إشكالا كبيرا وهذه الإشكال لم يكن أشعر في المحاكم كان يحتفل مستشفيات من لك تجي المرأة من البادية وهي لا تعرف إلا الأمازيغية لا يمكن أن يقول أنه يقول لكي درق لأنه يدو معها بالعربية وربما نص عربية وفيها فرنسية فهذه إشكالات كثيرة حانا الآن موعد الموجز الإخباري سنعود بعده للمتابعة من حيث توقفنا